أبرمت وزارة الإسكان عقود بناء مشاريع وادي السيل الإسكاني بتمويل من برنامج التنمية الخليجي بحضور الشيخ خالد بن حمود الخليفة وكيل وزارة الإسكان والمهندس سلمان الجاسر ممثل شركة صالح عبدالله لمهنة وشركائه للمقاولات بالمملكة العربية السعودية وعدد من كبار موظفي الوزارة وصرح وكيل وزارة الإسكان الشيخ خالد بن حمود الخليفة أن مشروع وادي السيل الإسكاني يضم 234 وحدة سكنية وإن المدة الزمنية للتنفيذ ستبلغ حوالي 20 شهرا مشيرا إلى أن المشروع يمثل مكتسبا إسكانيا جديدا يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا وخطوة جديدة نحو تنفيذ أمر جلالته السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة كما أشار الوكيل إلى أن مشروع وادي السيل يعد أحد المشاريع التي تعكس رؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والحرص على توفير السكن الملائم للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وبالسرعة الممكنة وأكد الشيخ خالد بن حمود أن تصميم المشروع يأتي وفق أحدث المواصفات المتابعة في مملكة البحرين اثم الأخذ بعين الاعتبار رفع جودة الحياة في التصميم وزيادة الرقعة الخضراء بالمشروع فضلا عن تطبيق مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أعمدة الإنارة